السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير. اليوم جد لكم واحدة وصفات دي الفطور السريعة جدا. هذه الوصفة الاولى. خصناك ان نحتاجون جوج بيضات. غدين يعني نكسرهم داخل الاناء. هذا فطور سريع جدا وبلاديد وكي يحتوي على جميع المكونات اللي كيحتاجها الانسان. ومزين اطفال دينا. يعني غدي يجيهم سهل. غدين خدموا هاد البيض جيدا. نضيف الملح. عند هنا الملح. ثوم المجفف. والزعتر. انتم يمكن لكم تغيروا في الاضافات. يمكن لكم تعملوا الابزار. كي لي ما يعجبوش الزعتر يقدر يغيروا بالمعدنوس. او ما يضيف حتى حاجة يعني يخليها هكذا وصفي. بعد في مقلات يعني ساخنة اللي ما كتلتصقش. كانوا نضيفوا الزبدة. غدين ندوبوها. جيدا. مقلات خاصة تكون ساخنة جدا. ثم سن نضع هاد الخالد دي لبيض في المقلات. يعني النار تكون متوسطة. نأخد الطوست او بمسلا ما شرائح الخبز الجاهزة او اللي كانوا نصنعوها في البيض. هدي نقسموها على الجوج وغادي نوضعوها في المقلات. نحاول ان نغميس هاد الترق دي لخبز في البيض. نتركه يعني حتى ييتحمر من من جانب الاسفل. ومن بعد غدي نقلبوه. الجانب الاخر. هكده غدي نخليه يعني حتى ياخد شيء من الطهي. وغدي نحاولو اننا نطويو الاطراف. باش نختار ذاك الطوست. احنا دائما كنحتاجون نفطر يعني يكون صحي ولكن يكون في نفس الوقت السارع. وبما ان الاطفال كيكونوا غدي يمشون المدارس فلا بد انوا نجاهزوهم اشياء اللي غدي تصلح لهم في يعني نفطر ديالهم وتكون صحية. غدي ناخدوا هاد شرع احدي الفروماج اللي كانعرفو اللي كيتبع المراكز الكبرى. وغدي نقسمها الى اه نصفين. ناخدوا الكورنيشان او بما سما بمخلل. ونودعوه. اللي كي بغي لي ما كي بغيش يخليه. هنا اضافة ديال الجبن مبشر. اذا بغيتي تزيدو زيدو ما بغيتيش خليه ماشي مشكل. ثم مثلا يعني غدي ننقلبو هاد الاطراف على بعضها. ونتعوكوها تتحمر شيئا ما. يعني نعملنا احنا يا زبدة في المقلت فغيية تتحمر من الجانب وغدي نقربوها من جانب الاخر. وهكذا غدي نكون حسنا على واحد شرائح. ليه لديدة مغدية. غدي تخلينا يعني نحسو بالشبع ثلاث النهار. حتى تجي الوجبة الاخر يعني اللي غدي نعملوها هادي وصفات تانية. هادي وصفات تانية. هي كذلك بخبز الطوست او بمسمى شرائح الخبز. هادي نقطعوها اطراف صغيرة. هاد الخبز هاد دائما كنحتاجوه في هاد الوصفات لانه سريع وكيكون يعني جاهز ما كنحتاجوش قدرون نعملوها الخبز البائث اللي كان عنا يعني شايد. باقينا من الوجبات. يمكننا نقطعوها اطراف ونستعملوها اعادة استعمال الخبز. هنا غدي نضعوه في واحد البول او في ايناء. غدي ناخدو البيض. ثلاثة البيضات او لا حسب الرغبة ديالكم ممكن اكتاري ممكن اقل. اه شيء من الحالب. غدي نضيفوا الملح. وغدي نضيفوا الابزار. ولا الزعتار اللي بغيتو الزعتار عوض الابزار. وانطربوا هاد البيض جيدا. وغدي نضيفوا على الخليط ديال الخبز. حتى يتشربنا هاد الخبز هاد الخليط. نحاول يعني نمزجوه الكل. باش نعني الخبز كامل اطراف كاملة تشربنا هاد المزيج. ومن بعد غدي نضعوه في مقلات. مقلات غتكون ساخنة. غدي ندهنوها اما بالزيت او بالزبتع لحسب الرغبة. يعني كين الناس اللي ما كيبروش زبتع عندهم مشكلة لكوليسترول. يمكن نستعمل زيت السيتون. هنا غدي نوضع هاد الخليط بعد ما تشرب ذاك البيض كامل. وغدي نحاولوه نبسطوه بسباتيول في المقلات. باش يكون واحد عجينة ليجي سهلة باش من قلبها تكون متماسكة. غدي نخليوها على النار. دائما النار تكون متوسطة. غدي ناخدو يعني اه تبصيل او اي حاجة. ممكننا ندهنوها بالزيت سهية. باش نقلبو فيها هاد العجينة. غدي نقلبوها نجيهة الاخرى باش ممكننا نحمروها على الجهتين. غدي ندهنو دائما المقلات دينا باش ما تلتسقش هاد الخليط. غدي نزيدو لها اضافات بالنسبة لي كيبري الجبن غدي نضيفو الجبن مبشور. من بعد غدي نضيفو يعني الخضر اللي كان بغيو اللي كان كلو حيش منو كيعجبو من الخضر. هنا غدي نضيفو طماطم اه هادا الطومات السوريز ديك الطماطم الصغيرة. غدي نقطعوها شرائح. غدي نضيفو الفلفل الاخضر او اللي يعجبو الفلفل احمر او اللي ما كيعجبوش الفلفل ما يستعملوش. من بعد غدي نعملو شرائح دي الفلفل اصفر. او الاحمر اللي بغيتي اللي عندك متواجد. ثم اهنا الزيتون اه اللي قطعناها اه دوائر. ونغطيوها باش ترجع لها السخنة. ومن بعد اللي بغي يعني زيت اللي يدفل شوية زيت زيتون من فوق اللي ما بغاش ما يزيتش يعنيش الفرومش كي يكون كافي. وهنا كنحصلو على واحد اه يعني بالنسبة للمعدنوس ما تكتوش المعدنوس اللي بغي المعدنوس او ازعتها كذلك كي يجي كي يعطي اضافة ومدق ملكة الطيب كنوضعوها في الاناء اللي غدي نقدمو دي التقديم كتجي في حل مدق ديالبيزا والذيتة جدا وكتحتوي على البيض يعني بنسبة لاطفال ديالكم يمكنكم تقدموها على اساس انها بيتزا وفطر شاي وشكرا المشاهدة وما تنسونيش من الدعم واشتراك في القناة حتى نستمر الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة